بيقولوا السكوت علامة الرضا وفيروس غنت وقالت استمت عنوان التخلي انتو ايه رأيكم بقى مع انهي رأي بالزبط هلو هلو يا مساء الجمال والسعادة ازايكم يا احلى اخواتو يا احلى متابعين وعشتوا اني كتير كتير اعذروني على فيديو امبارح حبيت ان انا اخد كده دي قوت كده وتبقى راحة شوية عشان ارجع اواصل معاكم فان شاء الله نكمل مع بعض فيديوهاتنا الجميلة وقبل ما نبدأ خلوني ارحب بحبيبتي الجميلة مافي من الجزائر ويه كمان امينة من المغرب شكرا جدا على تعليقاتكم وجودكم بجد شرف ليا فيارب اكون عند حصن ظنكم فيديو النهاردة بقى حلوة قوي قوي لسيدة ماليزية رايقة كده واتمخة فاضية حلوة قوي تقدر تعمل كل تنظيم البيت بتاعها بافكار عملية وسهلة ومش مكلفة تقدر ان هي تفيدنا في اي بيت في اي دولة موجودين فيها سواء عربية او اجنبية افكار التنظيمات وافكار الترتيبات الحلوة ان شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم بتمنى تتابعوه معي للاخر تنسو السلايكاتكم الجميلة عليه وقرأكم في الكومنس ويشرفني كمان لو اول مرة تشوفيني واشتركت معي اكتبي لتعليق عشان ارحب بيك في الفيديو الجاي ان شاء الله زي اول حاجة معانا زي ما انتو شايفين بدأنا كده بتنظيم التلاجة طبعا التلاجة من الحاجات المهمة علشان كمان نحافظ على صحتنا وصحت اولادنا لازم تكون نضيفة باستمرار وكمان يا سلام لو بقى منظمة وشكلها حلوة كده زي ما احنا شايفين حتى فيها منظمات مختلفة جدا لكل حاجة يعني تقريبا كل حاجة موجودة عندها في التلاجة حطها في بوكسات او في منظمات ما فيش حاجات محطوطة كده لوحدها فبالتالي عندها نضافة دايما في الاكل كمان خصوصا زي ما بقولكم لان انت طبعا يخلينا نحافظ على صحتنا اكتر فشفنا منظمات المختلفة اللي هي استخدمتها وكمان الحاجات ان انت شفتوها اللي بتحط فيها المية عشان تحافظ على الخضار لفترة طويلة هنا كمان برضو من تنظمات المطبخ عندها زي ما شفنا الدرفة اللي كانت موجودة عندها في الاول كانت كل حاجة كده على بعضها طبعا لما بتستخدم المنظمات المختلفة بتاعتك طبعا حسب المساحة اللي موجودة عندك وحسب الانواع المختلفة اللي موجودة في السوق امكانياتك انت تشتري لأي نوع بالزبط وهنا كمان عندها الجهاز اللي هو بيعمل الليبل ده بيطباعها بتكتب الحاجة اللي هي عايزها وبتبتدي ان هي تلزقها على المنظمات بتاعتها لو مش متوفر طبعا عندك الجهاز ده ممكن تروحي في اي مكان تباعها والحاجات اللي انت عايزها يعملها لك تصميم ويبتدي ان هم يعملها لك على ورق برضو لازق كده زي ده وممكن انت تعمله بنفسك على فيه ورق بيتباعه في المكتبات بيبقى الضهر بتاعه فيه لازق برضو وانت تكتب عليه بالقلم عادي مش شرط تكون طباعة فدي برضو فكرتها حلوة قوي علشان لو انت حابة تدوري على حاجة تبقي عارفة الحاجة المعينة في أنهي مكان لها بالزبط هنا كمان برضو تعالوا نشوف تنظيمها لأدوات الميكوب بتاعة طبعا المنظم الكليرك دوت موجود في معظم المحلات ومعظم الأماكن اللي هي الأونلاين أو المواقع التسوق الإلكتروني تقدروا ان انتوا تشتروها برضو بسهولة هنا بدقة ان هي تنظم بقى كل حاجات الميكوب بتاعتها مش عارفة تحطيها فين ولا فين لكن هنا بدقة ان هي تجيب المنظم ده وتنظمها بالطريقة الحلوة توفر مكان وفي نفس الوقت تبقى سهلة عليها في استخدامها كمان برضو هنا التنظيمات بتاعت الدرف بتاعتها شفنا الدرفة الأولانية اللي هي بتاعت الحاجات المكانس أو الجروف أو أدوات التنظيف والحاجات دي برضو بدقة ان هي تحطها في الأماكن اللي هي عارفين لما يكون عندكم مكان كده جنب دولاب أو حاجة وحابة ان انت تستغليه بفكرة حلوة تقدر ان انت تعملي برضو حاجة كده للشبه دي هنا كمان برضو زي ما انتم شايفين البوكسات اللي هي الخوز دي كده برضو حلوة قوي وكمان بيبقى شكلها شيء كده وحلو بدقة ان هي تنظم فيها الدولاب اللي هو بتاع الفوض بتاعتها وبدقة ان هي كمان زي ما انتم شايفين هنا اللي بول حطيتها بطريقة مختلفة ده يمكن ما ينفعش ان هي تلزق عليه اللي بول بتاعها لكن بدقت هنا ان هي تعملهم على قطع من البلاستيك وتربطها كده في الفتحات بتاعت البوكس دي برضو شكلها حلوة قوي وفكرة برضو ان انت تجددي في الحاجات اللي موجودة عندك عشان يبقى فيه دايما تغيير موجود وكمان هنا برضو بدقة ان هي تستغل الباب بتاع الضرفة وحطت عليه كمان البوكسات اللي هي الهوكات دي وبدقة ان هي تحط فيها بقية الادوات بتاعتها يبقى استغلال للضرفة وكمان الباب بتاعها بافكار حلوة قوي هنا زي ما بقول لكم الاماكن اللي هي دايقة اللي جنب مثلا اي دولاب عندك او غسالة او بوتجاز او كده تقدر ان انت تستخدميها بتصميم كده زي ده بدقة هنا ان هي تحط كل الحاجات اللي هي بتستخدمها في الغسيل زي مثلا هنا المسحوق بتاع الغسيل بتاعها او الحاجات اللي هي الدوني والحاجات المعطرة والحاجات دي كلها بدقة ان هي تحطها في المكان ده يبقى قريب من الغسالة وفي نفس الوقت تبقى استغلت المكان اللي موجود جنب الغسالة بتاعتها زي هنا برضو زي ما انتوا شايفين الاماكن برضو بتاعت الدوليب ممكن انتوا كمان تعملوها للحاجات الصغيرة يعني انا كان عندي الدولاب بتاع بنتي كنت احطها في بوكسات برضو كده لازقها على الباب وكنت احطالها فيها التوق الصغيرة بتاعتها وعملالها كمان شرايط كده في الضرفة من جوه بحيث لو عندها اي كلبسات او توق مثلا اللي هي الصغيرة بتاعت الاطفال دي تبتدي ان هي تعلقها فيها عشان لما تيجي تختار التقم بتاعها يبقى التوق كمان جنب الهدوم برضو بتبقى فكرة حلوة قوي ومهم جدا طبعا كمان احنا نعلم اطفالنا ازاي ينظموا الحاجة يعني ميبقاش كل اللي هيبقى علينا احنا نعلمهم هم كمان حتى لو على الاقل الحاجات الخاصة بيهم ان هم يرتبوها ازاي او ينظموها ازاي بافكار احنا بسيطة مننا تشجعنا تشجعهم ان هم كمان يعملوا زينا برضو التنظيم والترتيب ده هنا كمان برضو زي ما انتم شايفين كده الحاجات اللي هي بتاعت المطبخ البوكوليات مثلا او التواب البتاعتها والحاجات دي كلها هنا برضو اللي بتلزقها زي ما انتم شايفين بتحط النين بتاع الحاجة وكمان من وراء زي ما انتم شايفين التيكت اللي هو الصغير ده او اللي بل الصغير بتحط عليه التاريخ بتتبع اللي هو التاريخ اللي هي حطت فيه الحاجة بحيث الحاجة دي لو فيها لها فترة صلاحية معينة تبقى عارفة هي حطتها امتى وهتستخدمها خلال فترة قد ايه قلتلكم لو الحاجات دي مش متوفرة ان انتو تعملوها كطباعة ممكن تشتروا من المكتبة اللي هو الورق اللي بيبقى الظهروا فيه كده مادة لاصقة تلتقوا ان انتو تلزقوه وتكتبوا انتو بالقلم عادي باديكم على الحاجة دي كمان هنا برضو زي ما احنا شايفين المنظمات بتاعة الادراج معالق والشوك والسكاكين والحاجات دي كلها وكمان ادوات اللي هي الغرف والحاجات دي تقدروا برضو ان انتو تستخدموا المنظمات دي فيه منها بتبقى وحدات كده وفيه منها بتبقى الكطع على بعضها متقسمة تقدروا تستخدموا دي او دي برضو افكار حلوة جدا وجميلة زي هنا كمان مقلت لكم في اول الفيديو ان هي عندها بعض الافكار للمشتريات اللي بستخدمها في التنظيم زي تنظيم الشنط وطبعا دي مشكلة يمكن بتقابل الناس اللي هي بتحب كمان خصوصا الشنط الكبيرة وما بيبقاش جواها تقسيمة كده في الصوصة والحاجات دي علشان تبتدت تحط الحاجة بنظام ولما تيجي تطلع بقى مفتاح او مناديل او فلوس او اي حاجة بتبقى فيه الدنيا جوا كده بتبقى صعب ان هي تطلع الحاجة بالسهولة فزي منظم زي ده بيبقى حلو جدا تقدروا تشتروا من اي سايت على النت او من اي مكان تبتدوا ان انتو تستخدموا كمان هنا بصوا المنظمات الحلوة دي بصوا دي طبعا مشكلتنا كلنا الشرابات وممكن نلاقي واحدة والتانية لأة والكلام ده كله عجبني جدا قوي الكطعة دي ان انت تحطي كل شراب مع بعضه وتبتدي ان انت تقفلي عليه بيبقى سهل جدا ان انت تدخليه وتطلعيه من غير ما حاجة تضيع منك كمان هنا الورق بتاع المناديل فيه انواع زي المناديل كده معينة دي بتحطيها علشان خاطر لو فيه اي حاجة بتنزل لون منك وحطتها بالغلط دي بتسحب كل اللون اللي موجود فبالتالي ما بتبوصت اي قطعة تانية وكمان الكور اللي هي حطيتها دي دي بتساعد ان هي تقلل الوقت بتاع التكفيف بتاع الملابس وكمان بتساعد ان هي الحاجات دي لما بتبقى تطلع ما تبقاش مكرمشة قوي تبقى مفروضة ما يدخلوش كلهم في بعض فبالتالي بتتكرمش طبعا اكتر فبتسهل عليك طبعا ان اللي دوم تكون مفروضة كمان هنا برضو الكطعة دي بتاعت الكبات الناس الرياضي اللي بيبقى عندها كبات كتير وطبعا غسيلها في الغسالة مع عاجات تانية بيبتدي ان هو يطبقها فسهل ان انتو اشتروا كطعة زي دي الغسيل الكبات وكمان الكطعة اللي هي السدادة للسيليكون اللي في الاخر دي علشان تساعد على تهوية الغسالة هنا ده تنظيمها لدلاب بتاع الخزين بتاعها بالافكار المختلفة للبوكسات المختلفة وكمان هنا تنظيمها للشوزات والاحزية بتاعتها بالجزامة الحلوة دي زي ما انتو شايفين في الاول شكلها كديكور عادي او ضرفة عادية لكن في الاخر زي ما انتو شايفين بيبقى جواها الاحزية ويت عبارة عن جزامة تعالوا هنا كمان شوفوا برضو المكان اللي هو بيبقى تحت الحود وبيبقى فيه الكطعة اللي هي بتاعت الحود اللي فوق دي الصرف بتاعه هي بدأت هنا ان هي اضغطيها زي علبة كده عشان تبقى شكل الضرفة بتاعتها حلو وبدأت ان هي تستقدم البوكسات بتاعت التنظيم بتاعتها جنبها دي برضو فكرة حلو قوي نقدر نحن نعملها عشان يبقى الشكل اللي عندنا العام شكله حلو برضو هنا كمان برضو فكرة حلوة ليه اوالب الزي ده لما بنجيبها في الورقة بتاعتها بيتبقى فيه شوية بوائي هي بدل ما ترميهم بدأت تحتفظ بهم في علبة ولما بتيجي تعمل تدين مثلا صنية كيك او اي اكل او كده بتبتد ان هي تستقدم الورقة دي تبقى وفارة وفي نفس الوقت استغلت الورقة ده بدل ما ترميه وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو زي ما انتم شايفين كل افكار حلوة وجميلة جدا سواء مشتريات او حاجات كده حية لوافكار نقدر نعملها في البيت احنا كمان ونستغلي الافكار الحلوة دي وننفزها يا ربي يكون عجبكم تنسوش بقى ان انتم تشجعوني زي ما قالت لكم في اول الفيديو باللايكات الحلوة والكومنتات والاشتراك بتاعكم بتمنى نكون عند حصن ظنكم دايما ونزلكم كل حاجة انت تكونوا حبينها وتكونوا طالبينها ان شاء الله في الفترة الجاية عايزة احلى تشجيع منكم عشان نستمر ان شاء الله واشوفكم ان شاء الله بكرة بفيديو جديد بافكار جديدة وسيدة جديدة ويا اشوفكم الفيديو الجاي سلام